أهلا وسهلا بكم ببدو كريبتو اليوم نحكيكم عن الأسباب التي نرى صعود في الأسواء ليس كما نفكرون نحكي عن البيتكوين من يشتريه وماذا تأثير هذا الأمر على السوق وكثير أخبار مهمة عن هذه التميليات الرقمية مثل ما عودكم أنا يوميا بني لكم أخر أخبار لكريبتو ارجوك ونسبسكرا للمشاهدة دعونا نبدأ أهلا وسهلا بكم اليوم أول شي بنا نبدأ بشوية اقتصاد شو سبب صعود الأسواء التقليدية والبيتكوين اللي حقها هالقد الأسواء التقليدية إذا بتطلع على الـ S&P 500 الـ S&P 500 وصل لـ All Time High أعلى نسبة إليه بتاريخه للـ S&P 500 ها أعلى نقطة إليه 5,000 هيدا لوصل سعره يعني بيظل للمشاكل العالمية اللي عم نشوفها يعني عم نشوف حروب عم نشوف الاقتصاد الاقتصاد العالمي منه من يحكل أغلب البلدان عندها مشاكل اقتصادية ولكن الـ S&P 500 بأعلى نقطة إليه هالشيش منه منطقة ليه شو سبب هالصعود الأسواء المالية أخواتي عالميا هي نتيجة السيولة السيولة بتأثر على حالة شيء إليه علاقة بالأسواء المالية وحاليا شو عم نشوف عم نشوف ضخ سيولة كتير كبير عالميا مثلاً الصين ضخت 2 تريليون يوان لحتى تحمي الأسهم تذكروا من يومين شوفنا انهيار بالشركات الصغيرة بأسهم الشركات الصغيرة بالصين ونقلت لكم إياها مباشرة وحكيتكن عنها تم بلشت بداية ضخ سيولة هونيك ليدعموا الاقتصاد طبعاً وقالهم فترة عم يدعموا الاقتصاد طبعاً هلا حكفوا ينجحوا ما حدا بيعرف شو عم نشوف بالولايات المتحدة كان عنا أزمة بعض البنوكي مؤخراً شو إذا بتطلوا على Total Reserve Depository Institution كمان صعود بالسيولة هونيك ولاحظوا البيتكوين علاقة البيتكوين تحت البيتكوين فوق السيولة تبع الريزيرف بانك لاحظوا علاقة البيتكوين يعني سعر البيتكوين بالمقابل تبع السيولة تلاحظوا تقريباً متشابهين يعني في علاقة كتير قريبة بين البيتكوين والسيولة العالمية وقت تطلع السيولة بالولايات المتحدة لاحظوا سعر البتكوين كفاً يطلع ضموا إلى الصين كل هذه أمور إيجابية للأسواق بشكل عام زيارة السيولة يعني زيارة السيولة عم تدخل على الأسواق التقليدية وأسواق الكريبتو كمان مش بس بمناطق معينة وسيولة جديدة عم تدخل على المجال هذا أمر جيد بيخلي المجال يسعد أسواق المال هيك تشتغل هي عبارة عن هي نتيجة سيولة شو اللي حيصير بالسيولة عم تدخل بدنا نشوف صعود فيها هلا البيتكوين شفنا صعود للـ 46 ألف حالياً ومتان وصلنا إلى 300 أربعمية تقريباً 46 ألف وأربعمية تقريباً مناطق رائعة صعود جميل جداً بدنا إياه يكمل مراكز المقاومة الثانية هي عم نحكي على 48 ألف ننتظر ونشوف إذا بدنا نكسرها أم لا نرتد ولكن مع كل هذه السيولة اللي عم تدخل العالم عم تشتري مين اللي عم يشتري؟ اللي يومين عم بحكيكم أول شي حكيتكم عن الحيتان الحيتان مبارح يحفر جايتكن عدد الحيتان عم بتجميع طلع 73 حوت جديد بآخر أسبوعين بس عم يشتروا أكتر من ألف معهم من محافظهم معهم أكتر من ألف بيتكوين هول 73 بآخر أسبوعين يعني العالم عم تشتري بشكل كتير كبير عندكن المؤسسات اللي عم تشتري بكميات مخيفة شوفوا بهالصورة أول شي ايبت فيدالتي يعني بلاكروك فيدالتي دي الكميات اللي عم بيشوفوا فيها بلاكروك وفيدالتي قطعوا جريسكيلز جريسكيلز كان دخل بيعي كان عم بيكون كبير هلأ صاروا هن النسبة تابعهم أعلى بكتير يعني الشراء عم بيكون أكتر بكتير من بيع اللي عم بيبيعوا جريسكيلز هذا أمر إيجابي حتى كأيتي أف إذا بتطلعوا على ايبت وفيدالتي الأيتي أف تابعهم من أفضل الأيتي أف بعد شهر إذا بتطلعوا بتاخد شهر يعني بعد إطلاق الأيتي أف رقم واحد بلاكروك فيدالتي حتى أعطينا الجولد أعطينا عدة أصول كتير عم بيقول لكم فشل الأيتي أف لا ما فشل هاي بدوا ياخد وقت ليتعلموا العالم ليعرفوا كل شيء وفيه كان ضغط بيعي من من جريسكيلز تاريخي لنا ولكن بشكل عام كان من أنجح الإيتي أف سالي صارين كل هالأمور بتدلنا أن المؤسسات عم تشتري بشكل كتير كبير وهذا اللي قلت لكم يا أنا بالتويت على بدوي كريبتو الحقوني هونيك يعني المؤسسات عم تشتري بكميات ما بتتخيلوا الحيتان عم تشتري بكميات كمان كبيرة حدث التنصيف جاية يعني حاليا بيتم بسبب التعدين بيدخل على سوق تسعمية بيتكوين يوميا بعد حدث التنصيف لح ينخفض لأربعمية وخمسين بيتكوين يوميا مع هالطلب المرتفع جدا والعرض عم بيقل شو لح يصير السعر لح يطير لح ينفجر بوقت ما أوقات قبل ما حدا زكي هلا يطلع ويقل لي أنت ما تكون بولش بيصير هاي ما عم يقلكم هالشي بيصير بين ليل وضحى ها أول شيء التصحيحات بدأتصير ولكن بتكون تنظروا النظرة الطويلة طلعوا على فترة طويلة طلعوا على تراجكتوري تبع البيتكوين من عشر سنين لهلأ كيف ملا صعود إلوه بدنا نشوف صعودات جميلة جدا أكتر بكتير من اللي عم بتشوفوها اليوم هي مسألة وقت هيدا كل الأمر ولنزيد هالأمور شو اللي ساهم بالصعود اللي شفناه أصدقائنا اللي بيستخدموا الرافعات المالية وما بيعفوا حالهم شو عم يعملوا بأخر 24 ساعة تمتصفية 115 مليون دولار أغلبهم يعني عم تحكوا تقريبا 80 بالمية منهم شورتس يعني عالم مراهنين أنه السوق بدو يهبط بوم صعود السوق صفيهم هالشي ساهم بارتفاع السعر ما بعرفش بدي لكم دايما بحضركم من هالأمر إذا ما بتعرفش حالكم شو عم تعملوا ما تدخلوا بشورت ولونج انتبهوا كتير هلا معقول يصير تصحيحات ولكن ما فيكن بيصير أمار إذا ما بتعرفوا حالكم شو عم تعملوا هدا عم تشتغلوا أمار أنتو أنا عم نصحكم كأخ عملوا لبتكن يا بنهاية الأمر لازم تعرفوا لازم تدرسوا تشارت لازم تفهموا شو عم بيصير قبل ما تدخلوا بأي صفة التداول غير هيك أنتو عم بتآمروا بأموالكن وإذا خسرتوا صراحة الحق عليكم أنا عم لكم كيف بتصير الأمور غير هيك هلا فيه احتمال نشوف ارتداد بسيط ارتداد ليه؟ لأنهم بعدنا ناطرين المحكمة شو بدي يقول أنه جينيسز هي بحالة إفلاس وطلبت من القاضي تبيع 1.6 مليار دولار من جي بي تي سي هالشي يمكن يعمل ضغط بيع على جي بي تي سي ولكن منتظار المحكمة والقاضي شو اللي حيقرر هالأمر ممكن نشوف تصحيح ورا ولكن مرة تانية تصحيحات الأحمر هو للشراء شو زر بتلحقوا لي التويتات كل ما نشوف هبوط قوي أنا بكون عم بعمل هيك وعم جهز حالي للشراء كل مرة هيدا اللي لازم تعملوا غير هيك بيطلعت جاي بي مورغن بيقول بدنا نشوف تصحيح بالأسواق التقليدية بـ 2024 بين العشرين والثلاثين بالمية عم يحكيوا الـ S&P 500 وغيرها هلأ صراحة بعد ما شفنا هالصعود الكبير للـ S&P 500 وصلنا للـ All Time High تصحيح يعني أمر طبيعي إذا صار تصحيح هيدا جزء من الدورة يعني ولكن التصحيح بالأسواق التقليدية ممكن يلحقوا تصحيح بالكريبتو كمان حسب السيولة بالسوق وكل شيء عم بيصير غير هيك قال بيقول جاي بي مورغن مثل عادته قال في عملوا تقريره بيشفرجينا أنه نص المؤسسات العالمية نص المؤسسات قال ما بدون يكون عندهم كريبتو إكسبوجر ما بدون يكون عندهم عملات رقمية بالبورتفوليو تبعهم طيب لح اقبل معك بهيدا التقرير مع أنه كلنا بنعرف رأيه بـ جاي بي مورغن وكيف بيتصرف وكيف دايما بيقول شيء بيكون عم يعمل عكسهم قولوا أنتم نصف المؤسسات بدأ كريبتو نصفهم طيب هولي بحياتهم ما كانوا عندهم إكسبوجر على الكريبتو قبل إذا نص هالمؤسسات يعني عم نحكي كميات مال كبيرة فاتت على المجال ما في كافة بيتكوين لحتى يستخدموا ما في كافة لحتى يشتروه يعني عم نحكي نحنا هول المؤسسات ما بيشتروا مثل مثل 1 و 2 و 10 بيتكوين هولي بيشتروا يعني مئات و آلاف البتكوين هل قد والسعر إذا بدو يطلع بدو يصير يعني الطلب أكتر بكتير من العرض هالشي بيغلي قيمة الشر لأنه ما في مننا كتير مثل ما الألماز ما في منه كتير مثل ما كتير كل شي بيقل وجوده بيغلى سعره غير هيك هتو شوفوا بالولايات المتحدة ببولش على البتكوين كمان طلعوا شو عم بيصير بتكسس بحسب هايدي الصورة هون بتكسس أكبر مركز تعدين للبيتكوين كلفهم أحذر أبطي الصوت كلفهم لحيكلفهم 333 مليون دولار عم بيعمروا أكبر مركز تعدين للبيتكوين بالعالم عم تلاحظوا شو عم يعملوا لتعرفوا قد قد بيأمنوا بالمجال وقد في استثمارات كبيرة عم تدخل على المجال غير هيك خلينا نحكي أول شي خلينا نحكي عن سبونسور الكند بنج اكس بنج اكس منصة مركزية فيكن تدولوا عليها كريبتو فيكن تدولوا عليها دهب فيكن تدولوا عليها أسهم تقليدية كلها بمكان واحد ومنكم بحاجة للتعريف هدا أحد الأسباب اللي أنا بستخدمها إذا بتحبوا تدعموا القناة في الرابط تحت بتستخدموه بيطلع لكم جوائز كمان ولكن بنفس الوقت فيكن تدعموا القناة خلينا نرجع على الأمور المهمة UBS UBS بونك وكريدت سويس يعني أول بي هونغ كونغ عملوا أول معاملة tokenized investment grade كلنا بنعرف بلاك روك الدي عم يحكي عن tokenization يعني تشفير أصول العالم الحقيقية هلأ عملوا معاملة خلال blockchain أول معاملة رسمية من بنوك رسمية tokenization خلال blockchain هدا تطور كتير مهم أول شي لأنه بيصير فيون يأكدوا المعاملات خلال blockchain هدا أمر جميل جدا واستخدموا الاثيريوم هنه بهال معاملة شغلة تانية بيصير فيون يمددوا أوقات العمل لأنه فيه أمور فيها تصير بلا ما يكون في حدا بالautomation هلأمور كلها عم تفرجيكن قوة blockchain بحد ذاتها والcrypto اللي عم يصير تبني فيها هيدا أول واحد ولكن بدوا يصير تجارب بمناطق صغيرة ببلدان صغيرة بأمور صغيرة هونغ كونغ بلا شوف فيها عم تفكروا أنتوا أنه فكركم أمريكا البنوكي هونيك ما عم يتطلعوا على الأمر ولا فكركم غير بلدان أوروبا وروسية والصين وهم مش عم يتطلعوا كله عم يتطلع ولكن بدون يعملوا حق التجارب بمناطق صغيرة بلدان صغيرة شوفوا إذا بيمشي الحال سوف يهم مساكل وبعدين بيوسعوها على عالميا هيدا تطوير الإثيريوم هلأ محددينه ل13 مارش بيقولوله دينكن أبغريد هيدا بانتظاره بنفسه الإثيريوم عم نشوف إيجابية له عدد ساعد تقريبا 25% عم بيزيد أكتر وأكتر كلنا بنعرف في عنا الإثيريوم جاي في كتير أمور جاي هشي عم يعمل فوم للإثيريوم وعنا كتير عم بتصير العالم عم تركض على الإثيريوم أكتر وأكتر بوليغون كمان عم يطلق تطويرات بالزي كاي رول أبس كله عم يعمل بالإثيريوم كتير عم يعمل خلالي نحكي شوية عم تشين لينك بتعرفوا أحد أفضل عملات اللي بحب أنا تشين لينك عملت شراكة مع باي بال باي بال قررت تطلق عملتها السابتة اللي هي PYUSD أو باي بال USD هلأ عملت شراكة مع تشين لينك تذكروا كل شيء يريدون تشين لينك للديفاي كل شيء يريدون التمويل للمركز يريدون تشين لينك لأنه هي سلة الوصل تصل للأمور بعضها تجيب المعلومات من ميل لما تصل مجبورين تشين لينك كأوريكل كثير كثير بوليش عليها به بول ماركت وللأمان يحمل كميات كبيرة وإيلكم هالأمر أكتر من مرة غير هيك دم دايمانشن الاردوب اللي طلعنا إذا كنتوا عملين ستيكينج لأتم ولغير عملات تحت الكوزموس إيكوسيستم صعدت 125% بتذكروا أنا أول ما طلعت لكم ملح بيع وقالت لكم لا بلح عمل ستيكينج تذكروا طلعت تفوتوا في ثلاث ايردوب للعالم اللي عملين لها ستيكينج لديمانشن اللي عمل ستيكينج لديمانشن في حص ثلاث ايردوب كمان هدا أمر كتير كتير إيجابي وصراحة عم يطلع لكم فوائد كتير مثل مكافأات كبيرة إذا تعملوا لها ستيكينج بشكل عام انتو كل هيد أمور إيجابية عم أحضر ديمانشن هي أحد العملات اللي حكيت عننا أنا وبيسيل من فترة طويلة قبل ما يمكن حدا يحكي عن وحكي عن كذا ايردوب على الكوزموس ايكو سيستم في اثر جاي قريبا اثر متأمل في كتير أنا عاملكم فيديو خالص هو عن ستة ايردوب هو من ستة لالثمانة وبتعمل معاملات لستة ايردوب ولكن نفس الوقت يمكن يطلع لكم نقاط لثمان ايردوب محضر لكم للسولانا ايكو سيستم ناطر بس حدا يعدل الفيديو شوي لحتى نزلك ان شاء الله ينزل اليوم فيديو كتير مهم فيكم تعمل منه عرباح كتير كبيرة غير هيك سوبر فيلن ابتوس لابز عملت شراكة مع سوبر تطوير له قريبا جدا هذا ايجابي كمان لفراكس شفنا عملت موبي احد الحيتام باع 10 مليون عملت موبي تقريبا بقيمة مليون دولار حوال لإثيريوم باخر 24 ساعة هذا كان احد اسباب الهبوط الكبير اللي شفنا صار في شركة في سينجابور قلت لورد برس ويرد بلس هي مثل نظام تبنوا في ويبسايت ها هي كلمة ويرد برس تبنوا في ويبسايت كان عنده مثل ويجيت لتحطوها للكريبتو هالويتجت كانه مثل آلة أو شيء لا أعرف كيف تفسر ويجيت بالعربي ولكن آلة تصلوها لتحط معلومات عن الكريبتو كان محتمل تكون انه طلعت داتا عن الكريبتو تعمل لداتا تسريب معلومات ولكن شكلهم يشتغلوا ويزبطوها هذا أحد الأمور هذا كل شيء أنا عندي إلى اليوم إن شاء الله انبسطتم بالفيديو إذا انبسطتم اعملوا لايك اعملوا سبسكراب للشاني واللحقوني على تويتر بعمل ملحصات يومية بأهم أحداث الكريبتو وبشوفكم قريبا بفيديو جديد وماركت عبدال جديد شكرا